نرحب عبر الأقمار الصناعية بالأساس إبراهيم الطاهر الكاتب الاقتصادي براحب بيكارس إبراهيم يعني منذ الأمس كانت هناك تفاعلات كثيرة بشأن تلميح وتصريح ربما رئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لا تعويم قريبا على الأقل لسعر الجنيه البعض أعتقد وقال أن هذه التصريحات ربما تشكل ضربة للسوق السوداء ومن ثم يبدأ سعر الدولار في السوق الموازية في الانخفاض والبعض قال أنه على العكس ربما تزيد الأمر تعقيدا فيما تعلق بسعر الصرف الموازي خصوصا مع تأكد من يرغب في الدولار أنه لن يحصل عليه بسعر مناسب قريبا نعم الحقيقة نحن قدام أزمة معقدة ومتشعبة لدرجة أنك لو خدت قرار بتحرير سعر الصرف فهتؤدي إلى كوارث اقتصادية أو أثار اقتصادية سلبية ولو أخذت قرار برفض أو التمسك بسعر صرف سابت سيؤدي ذلك أيضا إلى أثار سلبية وبالتالي على متخذ القرار الاقتصادي في مصر أن يتعامل بحذر شديد مع هذه الأزمة كي يوازن أو يصل إلى مرحلة التوازن بين أقل الخسائر الممكنة في اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف أو بعدم تحرير سعر الصرف أو تمسك بسعر صرف سابت الحقيقة هذا الأمر يتطلب رؤية واضحة وخطة معلنة لتكون واضحة ومطمئنة للمستثمرين والمصدرين والمنتجين إنما لما أطلع أتكلم عن كلام متناقض بناقض بعضه إننا أقول والله أنا متمسك بسعر صرف مرين ولن أسمح بخفض الجنيه في النهاية أنا كواحد محلل الاقتصادي أحلل على أي اتجاه على أنت هتخفض أو مش هتخفض لو أنت هتخفض قول لي رؤيتك للتخفيض أنا معاك أن التخفيض سيؤدي إلى أثار سلبية والتحرير والتمسك أو سبات سعر الصرف سيؤدي إلى أثار سلبية خلينا نتفق على خطة واضحة للتعامل مع الأزمة أما مسألة القرارات أو الإجراءات التي تم الإعلان عنها كالحد من الاستراد أو ترشيد الاستراد لترشيد الدولار أنا شايف أن دي عجز أكتر منها منع يعني فيه فرق بين أنت تمنع دخول سلع مستوردة للخارج وفيين أنت تكون عاجز عن استراد هذه السلع من الخارج والدليل على كلامي هو أن الوزير المالية اليوم طلع تصريح وقال أنا عندي بضاعة متكدسة بقيمتها 5.5 مليار دولار في الموانئ مش عارف أدخلها عشان عندي عجز في أوقات الدولار وبالتالي يعني على التوالي بتفرج عن السلع المتكدسة في الموانئ وكان فيه فترة تقريبا قربت من نهايتها خلال الشهر اللي فات لكن جات سلع جديدة وده طبيعي بسبب المقصص بالتأكيد سوق استهلاكي بيعتاد بشكل كبير على المستورة أنا عايز أسألك بس سؤال مهم جدا السعر الجنيه أو يعني أي سعر العملة هل في حاجة اسمها السعر العادل بمعنى أنه القيمة الحقيقية للجنيه هل هي فعلا الاربعين دولار زي الاربعين جنيه اللي هو مقارنتها بالدولار يعني اللي هو موجود في السوق الموازية ولا ده عارضي نتيجة أنه أنا ما عنديش معروض كفاية من الدولار وبالتالي عندي عجز فيه فبالتالي هي مش القيمة الحقيقية للجنيه قد ما هي ظرف لحظي ناتج عن اختفاء العملة أو وجود فجوة بين اللي أنا عايزه واللي موجود بالفعل في السوق نعم خلينا نختصر الكلام ده كله ونقول أن السعر العادل هي الوصول لنقطة التوازن بين العرض والطلب الدولار زيه زي أي سلعة عليها عرض وطلب عندما تصل إلى نقطة التوازن بين العرض والطلب في السوق سواء الرسمي أو الموازي فأنت كده وصلت للسعر العادل لقيمة السلعة سواء كانت دولار أو أي سلعة أخرى فالسعر العادل ما نقدرش نقول والله السعر العادل للدولار عند 40 ولا عند 50 ولا عند 100 خاصة أن التصرحات اللي طلع يعني كانت برضو تصرحات تثير القلق في فكرة هل هي تلميحات لوصول سعر الجنيه لمية جنيه للدولار الواحد لما بدأ يتكلم في فكرة أنا أحسب على أي أساس على 8 ولا على 15 ولا على 30 ولا على 50 ولا على 100 ده تقالت طيب أنا أنا أشوفها إشارة أو أحللها على أساس أن هي إشارة لأنه ممكن سعر الجنيه ويوصل لمية جنيه للدولار الواحد ده يعني وارد لأنه هي تقالت تقالت في تصرحات لكن أقدر أقول هل حتى لو وصل إلى هذا الأمر أن الدولار لأنه ما فيش حد يتصور أنه حدث على المدى البعيد للغاية لأنه يصل إلى الرقم ده حتى لو افترضنا بالزبط يعني أنا عايز أقول لك حتى لو وصلنا لهذا الأمر على سبيل المثال هل سيكون المية دي هي السعر العدل للجنيه ما أظنش السعر العدل للجنيه سيكون مقابل الدولار سيكون هو الوصول إلى نقطة التوازن بين العرض والطلب أنت عندك أزمة في العرض عندك المعروض الدولاري عندك شح في المعروض الدولاري فبالتالي نقطة التوازن غير واضحة وغير معلومة وأي حد يقول تكهن بأنه هيوصل إلى 40 أو 50 أو 60 أو أكثر هو يعني يجب أن تكون حساباته مبنية على حجم ملوارد من الدولار ما كده عندنا مشكلة يعني أنا أتكلم على سوق الموازي فالسوق الموازي ده عنده دولارات لكن هي خارج السوق الرسمي أو يعني المصاري الرسمي للعملة فأنا بلبي مطالب المستوردين لكن من خلال طريق غير رسمي وغير شرعي ربما بما أنه يعني القانون حتى بيحضر التجارة في العملة فبالتالي أنا عندي خلل هنا مش بس في إدارة ملاف الاقتصاد لكن حتى ربما خلل أمني في تتبع هذه الثروات اللي موجودة خارج السوق الشرعي والرسمي لا يعني الفكرة مش خلل أمني بقدر ما هو ده أنت في سوء يعني في سوء عرضه وطلبه وصعب تتبع هذه يعني هي كانت كانت بعد 2016 تم التعامل الأمني مع أسوأ الصرافة لكن لم يتم منعها تم منعها عند تحرير سعر الصرف وحنا أفعلنا سوء الصرافة بس بقت كل الناس شغالين صرفين في مصري يعني كل الناس حتى تجار مش تجار حتى مواطنين عاديين شافوا أن الموضوع بيكسب ودي عملت مشكلة عجب بالضبط لا لا في الفترة اللي حصل توازن بين سعر الرسمي والسوق السوداء كان الناس بتحول للسعر عن طريق البنوك وبالتالي زادت تحولات المصريين في الخارج وجابت رقم مميز وقوي أما عندما يشعر المواطن في الخارج إن فيه زيادة وبالتأكيد ملف معقد ويعني الوصول حتى الحل حاسم أو وجابة واضحة وقاطعة على الأسئلة بتاعته تبدو دايما فيها وجهات نظر مختلفة طول الوقت يعني هي بالتأكيد مسألة صعبة لكن برضو في تأثيرات كبيرة على الأسئلة ما تنساش يا سيد تامر ما تنساش إن الأزمة أنا بعتذر ليك لضيق الوقت لأسف انتهى وقت الفقرة شكرا لك إبراهيم الطاهر الكاتب الاقتصادي شكرا على هذه المشاركة